أعلن الحوثيون فتح عدد من الطرق الفرعية التي تربط مناطق سيطرتها بمحافظة تعز بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية وجاء إعلان الحوثيين ردا على إعلان السلطة المحلية بالمحافظة بدأ إزالة المخلفات في الطريق الرابط بين مدينة تعز ومدينة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثي وقالت وكالة سبأ الحوثية إن ما يسمى اللجنة العسكرية والسلطة المحلية التابعة لها بمحافظة تعز بدأت اليوم فتح عدد من الطرق التي تربط مناطق المحافظة مع باقي المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وأوضحت أن اللجنة الحوثية فتحت طريق الخمسينة الستينة وكذا طريق حيفان طور الباحة الإسفلتي الذي يربط محافظة تعز بالمحافظات الجنوبية وأضافت أن خط الخمسينة الستين مدينة النوري الذي أصبح جاهزا لمرور المسافرين وشاحنات النقل الثقيل بمختلف أنواعها حسب زعمها وقالت إن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات زعيم الحوثي عبد الملك الحوثي ويعد الطريق الذي بدأت السلطة المحلية فتحه هو الطريق الرئيسي الذي من خلاله يمكن مرور الشاحنات وهو ما ترفض ميليشيا الحوثي فتحه منذ سنوات وتلجأ لاستحداث طرق فرعية بديلة